بس خلينا قبل ما نروح لأسئلة حضراتكم مباشرة أذكركم أن احنا كنا نتكلم النهاردة عن حاجة ما تستهينوش بيها لو سمحتوا اللي هي فكرة الغموط فكرة الغموط دي لو فضلت كده هتبقى عندنا مشكلة في ملفات مهمة جدا 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 الملفات المهمة والحساسة دي لازم نقعدوا نتكلم عنها زي ملفات علاقة الرجل بالجنس الآخر وعلاقة المرأة بالجنس الآخر لابد نحن نتكلم عنها ما ينفعش يبقى فيها غموط زي القضايا المالية زي قضايا الأهل لازم نتكلم فيها باحتفاظنا لخصوصية في مسألة العلاقة الزوجة بأهلها واحتفاظ الرجل بعلاقته بأهله لكن ما ينفعش أن احنا نفضل عاديين بنرسم صور وحوش بتتكالب وبيعملوا حاجات من ورايا لا لازم نوقف ده كله بأن احنا نتكلم بعقل وبحكمة ولازم كمان نتوقف عن أي أشكال الصراع والألفاظ اللي بتشتمل على الإهانة وبتشتمل على التقليل لازم كمان نستشير خبراء إذا كانت المسألة وصلت بنا إلى حد احنا مش قادرين نتواصل فيه لازم كمان وإحنا بنتكلم في ده يكون عندنا شيء مهم جدا 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 إن احنا نزيل التراكمات بالمصرحة والمعتبة لو وصل الحال ولازم في الآخر نبتدى نصنع ذكريات جديدة عشان إن الحسنات يذهبنا السيئات